طبعا إذا أرويك خريطة ما قال بغداد يعني حدود الإدارية لبغداد في الثمانينات بالقمر الصناعي وخريطتها في عام 2022 ها طبعا في بحث منجز من قبل جامعة بغداد للأخ الدكتور نظير راح تلاحظ أنه المناطق الخضرة تماما 80 إلى 70 بالمئة من عدها حولت إلى مناطق سكنية يعني الغطاء الأخبر في مدينة بغداد تنزال 80 بالمئة بما يقارب 80 بالمئة وبقت مناطق فقط باقية اللي هي تشمل الجادرية مناطق اللي محاذية منطقة نصب الشهيد الراجدية وكذلك مناطق شمال بغداد هذه فقط المناطق الخضراء اللي موجودة في بغداد اللي بقت والآن لازم تحافظ عليها بمشاريع أنه يعني هاي غطاء النباتي تحتاج إلى كمينات الأكسجين تحتاج تغير تخفف من تغير المناع الباقي بداية يعني نمو سكاني أفقي كبير جدا ترجمة نانسي قنقر